اشتركوا في القناة الذي سيحضر لاستقبال بعثة المراقبين العرب وقال سيف اليزل أن الوفد سيعمل على تيسير عمل بعثة المراقبين العربية مع الجانب السوري في موضوع التجهيزات لاستقبال بعثة المراقبين ويضم الوفد على دم من المسؤولي الجامعة العربية إلى جانب باحثين وخبراء في عدة منظمات حقوقية ليشرفوا على خطة عمل عربية قبلها النظام السوري مطلع الشهر الماضي ونصت أساسا على وقف العنف وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن وإطلاق سراح السجناء ومفاوضة قوى المعارضة رحب ضيفي في الستوديو الدكتور محيد دين لاذقاني الكاتب والمفكر السوري مرحبا بك دكتور بداية يعني ربما نقول هل ستمضي زيارة المراقبين هذه دون عقبات نتمنى أن تمضي دون عقبات لكن التمني شيء والواقع شيء آخر فالتهديدات سبقت المراقبين قبل أن يصلوا وليد المعلم قال لهم أن هناك مناطق آمنة ومناطق غير آمنة أيضا حاول أن يخفف دمه قليلا حين قال إذا كنا سنغرقهم بالتفاصيل فعليهم أن يتعلموا السفاحة وهناك من يرى الأمور بطريقة تراجدية وليس كوميدية وهو أن النظام السوري قد يلجأ إلى قتل أحد المراقبين أو اختطافه حتى يوحي بأن الأمور غير آمنة ثم يلقي بالتبعات على العصابات المسلحة السيناريوهات في هذا المجال كلها تشير إلى أن النظام السوري سيعقد عمل هؤلاء أو عمل البعث ما استطاع إليه سبيلا وهو يستطيع أن يفعل الكثير بس يا دكتور إذا كان النظام السوري لا يريد هذه البعثة أن ينجح عملها وأن تدخل فعلا لماذا هو وافق وأرسل نائب رئيس النائب ووزير الخارجي ليوقع في القاعدة؟ أجبر على أدخالها كان يقاوح للمدة شهر ونصف حتى لا يدخلها وحتى لا يوقع أيضا بكل الوسائل بتحت ضغط روسي اضطر للتوقيع عليها وعلى مضض سيدخل بعض المراقبين ليخلق لهم المشاكل ويواصل عملية اللعب بالوقت وهي بكل أسف مناورات أتقنها وهناك من يساعده عليها وكنا نتمنى أن تكون الجامعة العربية أكثر حزما في هذه القضايا يعني الآن يجب أن تلاحظ شيء أن المبادرة العربية اختصرت في وفد المراقبين كل شيء فيها الآن جمد العقوبات العربية لم تنفذ الطيران العربي من كل طائرات خطوط العربية المهزة ليزب إلى دمشق سمعت بنفسي أن رئيس اتحاد المصارف العربية يقول أنه لم يبلغ بأي شيء عن مقاطعة اقتصادية فأين هي المبادرة العربية الآن؟ هذا هو السؤال هذا كان نبيل العربي يا دكتور لاذقاني قال أنه في اللحظة التي سيوقع فيها نظام السوري على المبادرة سيتم رفع كل العقوبات فهذه طبيعية أن ترفع مع توقيع النظام العقوبات لم تنزل حتى ترفع يعني الجامعة العربية موقفها بكل أسف يعني غير واضح وغير شفاف وهناك من يعتقد أنها تعاون النظام على تميع الأمور وتضيع الوقت طب هل تعتقد اليوم أن الجامعة العربية عدت ربما نوع من الحسابات؟ هل ثمت جناح داخل الجامعة العربية بات يحذر من خطورة مثلا استمرار الضغط على النظام السوري؟ الموقف العربي كان واضحا وصلبا في مراحله الأولى فجأة وقبل إلغاء اجتماع اللجنة الوزرية في الدوحة ثم اجتماع وزراء الخارجية العرب وتعجيله إلى أجل غير مسمى لاحظنا أن هناك تحولات في الموقف العربي داخل الجامعة العربية لك أن تربط زارك بالزيارة التي قام بها وزير الاستخبارات الإيراني إلى المملكة العربية السعودية ومقابلته للملك عبد الله والإيرانيين أيضا حاولوا أن يشقوا الصف العربي بالمبادرة العراقية في البداية بدأ الأمر بشق الصف بالمبادرة الجزائرية المدلس لم ينجح هشيار زيباري اقتحم الصف وبدأ بمبادرة أيضا ميعت الكثير من الأمور فشق الصف العربي نعم فيه اختلال وفيه انشقاق كبير ويجب أن تلاحظ من أنك ستبحث الموضوع العراقي اليوم بعد الموضوع السوري أن الموضوع السوري هو الذي فجر الأزمة السياسية داخل العراق مهما قيل عن الخلافات الداخلية التي كانت موجودة من سنوات وكان يتم تمام لاحظنا حتى قبل التوقيع كان وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري غاضب ربما لم يقال أنه سيوقعه ربما يوقعه أم لا كان يبدو غاضب وفيه نوع من الأشياء التي لم تكن معلومة لوسائل الإعلام لأي مدى إذا كان هذا التيار الإيراني مثلا أو الذي يحاول الضغط لخدمة للمنفي السوري لأي مدى هو يملك أوراق اليوم في الساحة العربية يعني تحديدا في داخل الجمعة العربية داخل الجمعة العربية يملك أوراق كثيرة يعني أنت لا تنسى أن اللجنة الوزارية مؤلفة من الدول دولتان منها على الأقل مؤيدتان للنظام السوري السودان والجزائر والآن رئيس بعثة المراقبين سوداني والأنكة من ذلك هناك معلومات إذا تأكدت فهي فضيحة سياسية بكل المعاني أن المسؤول عن اللجنة هناك مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية معلومات غير مؤكدة يعني سنتأكد منها اليوم وطلبنا التأكد منها إذا ثبت ذلك وثبت أنه فعلا مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية وأنه رأى جرائم ارتكبها في دارفور فالمسألة ستكون فضيحة سياسية من الوزن السقيل للجامعة العربية لكن الجامعة العربية متعودة على الفضائح لا أعتقد أنه سيؤثر هذا فيها ستكتفي بكلمة اعتزار وتبدله هل دكتور لاذقاني وأنت أيضا عضو في المجلس الوطني السوري اليوم يشعر المجلس الوطني بالخدلان ربما يشعر بأن الجامعة العربية ربما خذرته بعد أن كانت دوما في لقاءات وأخذ وعطى بينكوا بين الجامعة العربية الشعب السوري كله يشعر بالخذلان الجامعة العربية وبه غيز حقيقي وغضب لم يكن منفراغ غير اللافتة التي رفعها المتظاهرون السوريون الجمعة الماضية الجامعة العربية تقتلنا وقبلها المهل العربية تقتلنا بالفعل منذ أن الجامعة العربية قالت أنها تريد حلا عربيا وبدأت تتباحث في الحل العربي المجلس الوطني أيد هذا التوجه وقال لا بأس بالحل العربي وأهلا بالحل العربي لكن تبين لاحقا أن الجامعة العربية ليس بيدها حل وهي متورطة أصلا وغير متماسكة وتريد الآن أن تورط للشعب السوري بمشاكلها الخزلان هو للشعب السوري بالكامل وهذه جامعة نحن نعرف تكوينها نعرف شاشتها نعرف كل هذه المسائل لكن كما تقول إلحق الكذاب إلى باب الدار في أوقات السلم تستطيع أن تلحق الكذاب إلى باب الدار لكن حين يسقط 100 قتيل و120 قتيل يوميا فالكذاب يتحول إلى شريك للسفاح قبل أن نأتي معك على الموضوع الميداني وتصعد وثيرة القتل ألا تخشون من التغريد غربا بعيدا عن العرب بالأمس كان بيان لمجلس الوطني طالب بمجلس الأمن بالتدخل هل بدأ المجلس الوطني يغرد لوحده خارج الدعم العربي بعيدا عن دعم العربي؟ يعني حينما تجد أن المبادرة العربية لا أفق لها وأنها لن تصل إلى أي حل ماذا تفعل؟ هل من العدل أن يموت السوريون يوميا ونحن نتفرج والعالم يتفرج؟ هل من العدل أن يوقال ننتظروا الحل العربي ودعوها في الإطار العربي أو دعوها في الإطار الإسلامي؟ السعودية وتركيا لها قوة فاعلة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي عقدت مؤتمرا ولم تخرج بشيء أقل من بيان الجامعة العربية ماذا تريد من السوريين أن يفعلوا؟ هل يجب أن نضحي بـ 2 مليون سوري حتى يفهم العالم بأنه يجب أن يتدخل؟ نعم يجب أن يتدخل العالم وفورا ودون أي تأخير سيد الموقف دكتور نادقان إلى اليوم المعارضة السورية غير متوافقة على هذا الأمر فيه تمت أجنحة في المعارضة لا تريد تدخل دولي هذا كلام ربما كان في الماضي لكن أنا أعتقد الآن أن أغلب طياف المعارضة السورية تريد من مجلس الأمن أن يبادر فورا إلى اتخاذ خطوة توقف القتل في سوريا تريد منطقة عازلة وهذه طلبة فيها السوار السوريون يريدون ممرات آمنة هذه في الماضي أنقذت البشر كثيرين حتى في مصراطة في ليبيا كان هناك ممرات آمنة في البوسنة في أماكن كثيرة أخرى كل من يقول الآن بالتدخل الدولي ليقنعني أنا بكلمة واحدة الفيتو الروسي أليس تدخلا دوليا في الشؤون السورية الأموال الإيرانية والأسلحة الإيرانية التي تصل إلى سوريا يوميا أليس تدخلا دوليا في الشؤون السورية كل ما يقوم به المندوب السامي في الضاحية الجنوبية من إرسال شبيحة من حزب الله ليساعدوا النظام في قمع المظاهرات أليس تدخلنا دوليا مبادرة العراق لتمييع المبادرة العربية أليس تدخلا دوليا في الشأن السوري التدخل الدولي حاصل لماذا التدخل الدولي مقبول للدفاع عن النظام وعن أبكان النظام وعن السفاحين والقتلة وليس مقبولا للدفاع عن الشعب السوري طيب الموضوع الميداني اليوم كان في إدلب غير مسبوق 111 قتيل وبدأت الوتيرة كنا في العشرينات بعد التوقيع ذهبت إلى المئة ما تفسيرك لهذا الأمر؟ التوقيع لا علاقة له بازدياد وطيرة العنف ازدياد وطيرة العنف لها علاقة بتحرك حلب ودمشق حين بدأت معظم أحياء حلب تخرج وحينما بدأت كليات حلب تخرج يوميا وحينما أصبحت مظاهرات دمشق بعشرات الألوف ورأيناها في حي الميدان بس في حلب ما زالوا يقولوا محدود التحرك يعني في حلب في كل ثلاثة متار فيه بشرطة ومصفحة وشبيح عموما يعني بالرغم من كل ذلك فإن حلب بدأت تتحرك ودمشق بدأت بعشرات الألوف حينما يتحرك الناس في حلب ودد دمشق بهذه الكسافة هذا الذي جعل النظام يحس بالخطر تعرف نهاية كل نظام مثل يوم القيامة في علامات صغرى وعلامات كبرى العلامات الصغرى حلب العلامات الكبرى دمشق النظام يسقط في العواصم شاهدنا في كافة الأحداث الربيع العربي أن النظام التونسي بدأ من الأرياف من سيدي بوزيد وصلت إلى العاصمة إلى العاصمة وسقط في العاصمة في مصر أيضا بدأت الأمور في العاصمة تحركت المحافظات ثم سقط في ميدان التحرير التحرك دمشق هو الذي أرهب النظام وجعله يعتقد أنه يستطيع أن يقضي على الثورة السورية في غضون أسبوع مع أنه يحاول مزوى التسعة أشهر ولا يستطيع لماذا أنتم في المعارضة تراهنوا على الانشقاق داخل النظام حتى هذه اللحظة لم تحدث انشقاقات سياسية كبيرة داخل النظام ما زال متماسك لا سمعناش على غير النظام التونسي والمصري انشقاقات دبلوماسيين أو أركان أساسية في النظام السوري يعني بهذه تحيلني إلى مسألة أزمة ضمير إذا كان هؤلاء الوزراء جميعا لم يروا حتى الآن ما يحصل لشعبهم ومصرين على الحفاظ على وظائفهم ولم ينشق منهم أحد وإذا كان هؤلاء السفراء ومعظمهم يعرف المعلومات الداخلية وغير مخدوع برواية العصابات المسلحة فأن هناك أزمة ضمير حقيقية في السياسة السورية الذي يكون في علمك أنك تحكي عن النظام له طبيعة طائفية وطبيعة أيديولوجية الطبيعة الأيديولوجية مرتبطة بالبعث وعقيدته ورجاله والطبيعة الطائفية مرتبطة بأن معظم القادة الميدانيين من طائفة واحدة وحافظ الأسد حرص على أن يكون معظم قادة القوى الفاعلة في المخابرات والقوى العسكرية من طائفة معينة بل من طائفة داخل الطائفة يعني من الكلبيين تحديداً داخل الطائفة العلوية إذن هناك مولون في هذه الفرق لكن هذا الولاء لا يمكن أن يدوم أيضاً هناك طموحات شخصية هناك من يستطيع أن يقلب الأسد من داخل الدائرة المغلقة الذي تحيط به جميل حسن قائد المخابرات الجوية يستطيع أن يطيح به محمد نصيف يستطيع أن يطيح به حتى صهر الأقرب آصف شوكت يستطيع أن يطيح به وصل العلويون إلى قناعة الآن بأن هذه الأسرة الفاسدة سد أمام الحل السياسي وأنها ستحمل الطائفة بالكامل مسؤولية ما يجري بكل هذا الضغط والشحن والقتل سوف يرتد كما يفهم أركان هذه الطائفة على الطائفة إن لم تتحرك للتخلص منه وأنا أعتقد أن هذه قد تكون إحدى المفاجآت قد تصحو عليها غداً سيناريا يمكن أن يكون غير محسوب بالموضوع التركي دكتور لاذيقاني عاد أغلو لتصعيد مرة أخرى لكن الناس ما عادت تستمع ربما للأتراك لأنه استنفذوا كل وسائل الضغط السياسية والدبلوماسية اليوم الأتراك أين يقفون مما يجري اليوم في سوريا يعني الأتراك على مدار الأزمة السورية ومن بدايتها كانوا خطوة إلى الأمام خطوطين إلى الوراء ثم بدأوا سلاسة إلى الأمام واثنتين إلى الوراء يعني حصل بعض التقدم في مواقفهم في فترة من الفترات حتى حين وصل بالأردوغان يسف الرئيس بشار الأسد بأنه جبان يعني مسألة كانت في قمة التصعيد الأتراك متورطون في شيء هم يريدون مظلة عربية حقيقية ويريدون مظلة دولية لأي تحرك يمكن أن يساعد على حل حلة الأزمة السورية المظلة العربية غير واثقين منها وتبين أن تحليلاتهم صحيحة بدليل أن الموقف الصارم للجامعة العربية بدأ يتفكك وبدأت تظهر فيه الهشاشة الموقف الدولي لم يتبلور بعد حين يكون هناك موقفا دوليا يعطي مظلة للأتراك قد نجد موقفا تركيا صلبا تركيا قلق على حدودها مع سوريا 600 كم قلق على وجود أكراد على الطرفين ما بين الطرف السوري والطرف السوري وقلق على علاقاتها مع إيران يجب أن تتذكر في هذا السياق أن أغلق قبل مبادرته الأولى وذهبوا إلى دمشق وذهب إلى طهران وحاول أن ينسق مع الإيرانيين حلا لإنقاذ النظام السوري إذن لم يكنوا منذ البداية مع أصباط النظام كانوا مع إنقاذه طور الموقف التركي صحيح بس هل الآن أنتم تتصور يمكن إذا كان في ما يسمى الإجماع العربي والغطاء الدولي يمكن أن تذهب تركيا إلى حد تدخل العسكري المباشر في الأراضي السورية؟ نحن نحرص في سوريا على شيء أن لا نكون كرة تتلاعب بها تركيا وإيران سوريا لها موقفها الأقليمي ودورها الأقليمي ويجب الحفاظ عليه بكل أسف الأسد حولها إلى كرة وتابع للنظام الإيراني ونحن لا نريد أن تكون في المستقبل بعد تحررها تابع للنظام التركي بمعنى أن يكون هناك استقلالية في القرار واضحة منذ اللحظة فيما يتعلق بالأتراك نعم إذا كان حلف الناتو سيئة تحرك وإذا كان هناك قرار واضح من مجلس الأمن بحماية المدنيين بكافة الوسائل المشروعة والمطلوبة بالقانون الدولي فلن يجد حلف الناتو إلا القواعد المتقدمة له في تركيا والأتراك غسلوا أيديهم من النظام لا يريدونه يتمنون سقوطه ربما قبل بعض السوريين لكن ينتظرون هذا الغطاء الدولي لأنهم غير واسقين بالغطاء العربي اليوم ما وإن يعني لو بعد ثلاثة أربعة أيام أي سيناريو من سيناريوهات التي ذكرتها يعني تم اعتداء عسكري على أحد أعضاء البيعثة العربية غيره إذا العرب فشلوا في هذه المهمة وأخفقت المبادرة العربية وبيعثة المراقبين هل نحن ذاهبون مباشرة نحو تدويل الأزمة السورية أمنوا فيه لسبركات تمنع ذلك الأزمة السورية مدولة والتدويل حاصل وكل من يعتقد غير ذلك يضيع وقته يعني الآن علينا أن نتذكر السيناريو البسني وأنا كنت أحذر من السيناريو البسني منذ بداية السورة السورية السيناريو البسني كان يقوم على قتل خفيف يتبع تهجير كسيف ثم يتبع التهجير الكسيف قتلا كثيفا السيناريو السوري مر بهاتين المرحلتين كان هناك قتل خفيف في البداية ثم بدأ تهجير كامل من حما من دير الزور من حمص لتهجير حي الرمل الفلسطيني تم قصف بالبوارج لبعض الأحياء وكل هذا التهجير حصل الآن بدأت مرحلة القتل الكثيف والقتل الكثيف حينما يزيد عدد الشهداء يوميا عن مئة شهيد فهذا يعني أن العالم لا يستطيع أن ينتظر أكثر مجلس الأمن يجتمع اليوم وأمامه القرار الروسي والأوروبيون أدخلوا بعض التعديلات على القرار الروسي لا نعرف حتى الآن إن كان الصينيون والروس سيوافقون عليها لكن الروس كما هو معروف باعوا حلفائهم في الماضي باعوا القزافي وباعوا مشروع القرار الروسي اعتبر تطور اعتبر تراجع ربما المشروع لم يقر حتى الآن لا تزال التعديلات تدخل عليه واليوم ربما سيظهر الشكل النهائي لمشروع من هذا النظام هل ممكننا نفهم من كلامك أن هذا المشروع بداية لبيع النظام أو حرق الكرت السوري من قبل الروس؟ يعني الروس لم يعودوا يعرفوا ماذا يفعلون مع هذا النظام كل ما دافعوا عنه في المحافل الدولية أو أعطوه فرصة ليتوقف عن القتل ويحاول أن يلمم نفسه يظن أنه سيدافعون عنه إلى النهاية وأنهم يعطونا فرصة كي يقتل المزيد إذا كان هذا النظام لا يفهمه وإذا كان على هذه الدرجة من الغباء السياسي فعلى الأقل روسيا في النهاية لعلىها مصالحها ومصالحها في سوريا مع النظام القادم وليس مع النظام الحالي هذا النظام آفل يعني صار في الماضي يعني الأصدق كلمة هي كلمة اللي قيلت في الكونغرس الأمريكي بشار الأسد رجل ميت يمشي والميت سيسقط في لحظة من اللحظات فالروس إذا كانوا يريدين حفاظ على قاعدتهم في طرطوس وبعض مصالحهم في المنطقة فعليهم أن يتعاملوا مع النظام القادم في سوريا وليس مع النظام الحالي ببعض في الدقائق اللي ظلت دكتور محيد دين كنت حاضر في اجتماع تونس أو مؤتمر تونس اللي كان ربما أكبر تجمع للمعارضة باعتقادك شو أهميت هذا المؤتمر شو أضاف لمسيرة المعارضين وجهودهم نحو التعامل مع الأزمة السورية جزء من الأزمة السورية كان أن كل من يوافق على التغيير في سوريا من المجتمع الدولي والدول ذات الأهمية كان يقول أين هو البديل والمجلس الوطني السوري شكل هذا البديل الذي تبحث عنه الأمم المتحدة ويبحث عنه المجتمع الدولي لأنه لا يريد أحد أن تغرق سوريا في الفوضى بعد رحيل هذا النظام الآن وبعد شهرين ونصف من الإعلان عن المجلس الوطني السوري وكافة الطيوف المعارضة بداخله من إسلاميين وجيساريين وقوميين أستطيع أن أقول وبثقة أن هذا المجلس يمكن أن يشكل بديل حقيقي نحن نعرف أن الأوروبيين عندهم بعض الاعتراضات على بعض الأشياء وعندهم متطلبات يقدمونها دائما يجب أن يكون هناك نسبة للأقليات يجب أن يكون هناك نسبة للمرأة يجب أن يكون كل هذه جماعة المجلس كلهم في أوروبا ويعرفون هذه الأشياء سلفا الوفد الذي ذهب لمقابلة كلينتون كان فيه امرأة كان فيه ممثل عن الأكراد كان فيه ممثل عن الآشرين نعرف هذه المعادلات سلفا الاعتراف بشبه الرسمي حصل اللقاءات مع المجلس تتم على مستوى وزراء خارجي بل وعلى مستوى رؤساء الوزارات نتوقع اعترافا تونسيا خلال أسبوع وبعد الاعتراف التونسي ربما اعتراف من دولة عربية أخرى وتركيا الغرب مجرد أن يبدأ العمل الفعلي سوف يجد نفسه مضطرا للاعتراف بمجلس من هذا النوع يعني ألن جوبي قال أنه عنده ملاحظات بأن هذا المجلس ينقصه التنظيم في تونس حاولنا أن نسد صغرات كثيرة فيما يتعلق بالمكاذب فيما يتعلق بهيئات التمثيل فيما يتعلق أيضا بالسياسات العامة كل هذه الأشياء التي تقدم كيانا سياسيا متماسكا له رؤية سياسية وله برنامج سياسي وهذا كله أصبح جاهش بعد تونس اليوم السوريين كان في حوارات بين مجلس الوطني السوري وبين هيئة التنسيق في القاهرة أخذوا ردوا جلسات ثرت ربما إشاعة إذا كانت عبر الفيسبوك وغيره أنه هيئة التنسيق ستنضم للمجلس الوطني هل المعلومات لديك أنه قريبين في المجلس الوطني منضم للهيئة؟ يعني هذه ليست إشاعة هذا خبر وهو خبر مؤكد أتمنى أن لا يتراجع الأخوان في الهيئة عنه كان الخلاف السابق بأنه إسقاط النظام يعني يجب أن يقول الأخوة في هذه التنسيق بإسقاط النظام حتى يتبنوا بيان المجلس ويصبحوا جزء من المجلس الوطني ومنذ أسبوع قبل عقادة المؤتمر في تونس كان هناك موافقة على هذا البند والهيئة الآن تقول بإسقاط النظام وأتوقع أنا أن يصدر من القاهرة خلال أيام نبأا طيبا يقفل هذه الصفحة من خلافات المعارضة وبالمناسبة يعني أنا دعني أقول لك المشكلة في المشهد السياسي العربي أن من لا يريد أن يشتم النظام أو يتحدث عنه يجد أن الهدف السهل هو المعارضة أو يجد أنه من السهل أن يقول والله أنا لا أؤيد معارضة غير موحدة استوقف نمت المعارضة موحدة الآن وكأنك يعني زي ما ردنا ندخل الإسلام أن يشهد الشهادتين إذا كانت هي التنسيق فريدة تدخل المجلس الوطني أن تقول بإسقاط النظام يعني تنطق ذلك وتقر به لابد لأنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي بوجود بشار العسد وعصابته يعني نحن لا نقول بإسقاط النظام السياسي فقط في أدبيات المجلس الوطني إسقاط النظام السياسي بكافة رموزه ومكوناته ورئيسه يعني من بشار أنت ونازل لماهر لقادة الأجهزة الأمنية هؤلاء يجب أن يذهبوا ويزولوا قبل أن يبدأ حل السياسي شكرا دكتور محيدين لاذقاني بهذا الخبر السعيد عن قرب انضمام هيئة التنسيق وقرب توحيد المعارضة أشكرك على هذه المداخلة دكتور محيدين لاذقاني كاتم مفكر السوري شهد الكرام فصل قصير نواصل بعد ما تبقى من ملفات الأضواء فتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة